وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنْ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا كما مر معنا دي قاعدة عامة وأنه الذي يصل المرحلة من الطغيان يأتيه من حيث لا يحتسب من حيث لا يحتسب فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا طرحوا بمأوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم وقذف في قلوبهم الرعب الرعب بتسكين العين وقرئة بضم العين الرعب وقذف في قلوبهم الرعب الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم يخربون بيوتهم هذه قراءة الجمهور يخربون وقرئة يخربون بيوتهم في المتواتر أيضا يخربون بيوتهم وقالوا يخربون ويخربون بذات المعنى وقالوا يخربون أبلغ وقالوا يخربون من أخرب ويخربون من خربة وقالوا الفرق ذكروا فرقا بينهما يخربون بيوتهم يجعلونها خرابا يعني يغادرونها والبيوت الخراب هي التي التي هجرها أهلها وهذه نحن نستعملها في الدارجة والبيت الفاضي والمهجور نسميه خرابة وخرابة أو خرابة دون وجود في لغة العرب فقالوا يخربون يعني جعلوها خرابة وهجروا وتركوها ويخربون يعني يهدموها ويدمروها والقراءتان يكملان بعضهما يعني هم خربوا ودمروا وهجروا وسبحان الله كثير في القرآن تجد قراءتان يكمل بعضهما البعض أخذنا مثالا واحدا قال قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك فصرهن قطعهن طيب بعد ما تقطعهم صرهن يعني جمعهم أول قطعهم بعد ذلك جمعهم أجعلهم كوم واحد بعد ما جعلتهم كوم واحد أجعل على كل جبل منهن جزء فكملت بعضها البعض هنا قال الله تعالى يخربون بيوتهم قرأت بيوت بيوتهم بيوتهم في المتواتر أيضا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين طيب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين كيف كانوا يفعلون قالوا أن ذكروا أقوالا في ذلك المسلمون لما خلاص حانت ساعة الصفر ورفض البن النظير أن يخرجوا وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يقتحموا عليهم البيوت بيوتهم وكان المسلمون يخربون بيوتهم من الحصون من الخارج ليدخلوا وكانهم يخربوا من الداخل من الجهة غير التي فعل المسلمين الجهة غير التي فعل المسلمين ويأخذوا من خراب تلك ليزيدوا من قوة هذه التي يخربها المسلمون فكان المسلمون يخربون من جهة وكان أولئك يخربون من الجهة الأخرى عشان يكملوا ويلتقوا ويرمموا التي خربها المسلمين وهذا قول ذهب له بعض أهل الله والقول الثاني يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يعني كان المسلمون يخربون وكانهم أيضا يخربون حتى لا يستفيد المسلمون من هذه الحصون إذا هجروها بعدما علموا أنهم خارجين عنها ونازحين عنها لا محالة حقد ومن أنفسه محسن والمعنى الثالث كانوا لما خلاص وقعوا في الاستسلام ليخرجوا كانوا يخربوا البيوت فيأخذوا الألواح الخشبية ويأخذوا منها الأبواب والنوافذ والحديد والسرج حتى ينقلوها معهم فهذا أيضا قول وكل هذه الأقوال يكمل بعضها البعض يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وقالوا بأيديهم وأيدي المؤمنين يعني هم السبب هم السبب خربوا بيوتهم بأيديهم هم الذين نقضوا العهد بدون أي داعي أن ينقضوه وهم الذين عرضوا نفسهم لهذا دون أي داعي وكانوا في أمن وأمان ولكنهم آثروا ذلك والمسلمون لما هؤلاء نقضوا العهد أذن لهم الله تعالى في ذلك قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار خذوا العبرة يا أولي الأبصار والعاقل من يتعظوا بغيره وما هو أن الخلق على الله أنهم عصوا فخذوا عبرة من هذا يقرهم الله سبحانه وتعالى ما داموا على العهد لكن متى ما نقضوا ومتى ما نكسوا ونكثوا انقلب عليهم ولذلك فاعتبروا يا أولي الأبصار خذوا العظة والعبرة مما حدث وفاعتبروا يا أولي الأبصار أن هذه الحادثة قد تتكرر أن هذه الحادثة قد تتكرر ولذلك إذا أخبرنا الله تعالى عن هلاك غابرين جاء التحذير لنا إن ربك لبالمرصاد يعني ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العمادة التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد إلى آخر الآيات إن ربك لبالمرصاد يمكن أن يصيب الناس ما أصاب أولئك لما ذكر الله هلاك السابقين قال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبور يمكن أن يصيب لما ذكر الله هلاك قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد في معنى من المعاني فاعتبروا يا أولي الأبصار